في ذاك الوقت إذا ترجع للتاريخ فعلاً الأخوان كانوا قرروا أنه ما يأخذون الحكم هذا الكلام في شهر أربعة وأعلنوها ما أنا بني أدخل بهم بعدين هم غيروا رأيهم وهذا من الأخطاء الرئيسية التي وقع فيها الأخوان في مصر ودخلوا الحكم فسواء ترشيح خيرة الشاطر في البداية وبعدين ترشيح مرسي أنا بالنسبة لي كلها خطأ ما أشوفه مو بس الأخوان أي شخص أي جهة تحكم بعد ثورة أو حرب ما تنجح مساء الخير في بدون ورق إحنا دائماً نحاول نحرص على أن نرحب الكل في هذه المنصة بغض النظر عن آراءهم السياسية إذا نحن على صعيد شخصي نتفق أو نختلف معهم لكن نحن نحب نطرح المواضيع بموضوعية تامة لذلك هدفنا اليوم أن نطبع فكرة تقبل جميع الآراء باحترام وأحسان الظن في بدون ورق حتى أعتدنا أن نحن نقدم نماذج جديدة أو أن نماذج موجودة في الإعلام لكن من زاوية مختلفة أو زاوية جديدة مع الدكتور طارق سويدان في العشر سنين اللي فاتت أو تحديداً بعد الربيع العربي أغلب المقابلات الإعلامية كانت عبارة عن محاكمة ومقابلات حادة اليوم حرصنا نقعد مع الدكتور نفهم وجهة نظرة يبين آراءه بكل أريحية من نشر الدعوة إلى انضمامها للإخوان المسلمين إلى الربيع العربي إلى الوصمة الموجودة في الإخوان المسلمين إلى العمل السياسي الموجود في الإخوان المسلمين وغيرها من المفاهيم أنا حسيت أنه هو والذي حسنا في بدون ورق أنه ما أخذ حقه في تبينها على الأقل في الفترة الأخيرة إحنا في بدون ورق نحاول كثر ما نقدر نحرص أن نقدم لكم لماذج وأنت وكم مشاهدين تحددون آراءكم بشكل مستقل تماماً وإذا عجبكم المحتوى أكبر دعم لنا هو مشاركة المحتوى هذا مع الأشخاص التي تعتقدون أنهم مهتمين في هذا المحتوى ونظرنا أيضاً للتحليلات الموجودة عندنا في اليوتيوب وشفنا أن 80% من المشاهدة هم أشخاص يشاهدون الحلقات أكثر من مرة لكن لاحين ممشتركين في القناة الاشتراكات في القناة أيضاً تعطينا المساحة أن نحن نتوسع حتى على مستوى الضيوف لذلك أتمنى لكم متابعة ممتعة معاكم فيسر العقل وهذا بودكاست بدون ورق حلو لكم مرحباً بشكوة صحيح ذوق نسائي هذا صح 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 حياك الله دكتور حلا حياك نحن لا نعلم مقدمة ننتخل على طول على طول الساعة المباركة حلا فيك دكتور احنا في أكثر من فكرة اليوم بدنا نفتحها معاك لكن أنا همني بالدرجة الأولى أني أتعرف عليك من خلال الحوار هذا كله بشكل شخصي أنا ودي أتعرف عليك شخصياً قبل كل شيء ثاني فقلنا من وين أفضل مكام ممكن نبدي منه نبدي قلنا من حولي والنقرة حين زين خينقول يعني ذاكرتك الواعية شنو أول شي تذكرة في النقرة وحولي أنت تربيت في النقرة وحولي نحن طبعاً تربينا في شرق شرق ها قبل كنا في الدروازة أوكي ويعني أتذكر أنا أتذكر الكويتي القديمة وأتذكر لما كنا يعني ما في كهرباء عندنا جليب ما يصليبي في الحوش لما يشد الحر يحطوا لنا حن بيدنا وحطهم حن براسنا يعني أتذكر هالأيام هذه وبعدين طبعاً مننا من شرق انتقلنا إلى النقرة في النقرة لما سكننا في النقرة كانت عمارة ومعاها بيت فالعمارة كنا أجرناها نعيش منها والبيت هو اللي احنا ساكنين فيه وجدامنا براحة النقرة كلها فاضية ما كلها احنا عمارتين ثلاثة فكنا من أوائل الناس اللي اسكنوا في النقرة وشلون كانت الحياة في النقرة يعني أقصد المدارس المرحل كنت تمشي للمدرسة ولا تركب سيارة كنا مشي للمدرسة يعني كنت في مدرسة الحريري يعني مشي عن بيتنا خمس دقائق بس الأهم من هذا أن المسيد اللي تربيت فيه وتعرفت فيه على مشايخي وهذا كان أيضا خمس دقائق من المشي من البيت وكنت تروح المسيد بحكم أن أسرتك هي اللي علمتك على المسيد ولا صدفة يعني لا لا سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى يقول الله يجفتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الهداية لها طريقتين طريقة أولة أنه الذي يريد الهداية الله يعطيه الهداية يهدي إليه من ينيب والطريقة الثانية أنه الله يختار فأنا من سبحان الله من كنت صغير كان يسموني الملة لأن كنت الله سبحانه وتعالى يعني رزقني حب الدين من أنا صغير ويعني كنت يمكن فترات أنا الوحيد اللي أروح المسيد فكنت تروح تتعلم في المسيد من وين تصغير وبس كنت تصلي لا كنت تصلي في البداية بس بعدين لما صرت في الثانوية لا قمت أحضر الدروس الدينية الشيخ عمر الأشقر كان في مسجدنا الله يرحمنا الدكتور عبد الرحمن عبد الخالق كان مسجدين نفس المسافة فهذا كان في مسجد المسجد الثاني كان الشيخ حسن عيوب الله يرحمه الشيخ حسن طنون يعني علماء كبار وحسن عيوب وحسن طنون كانوا فنانين في الإلقاء فتعلنك منه الإلقاء والدكتور عمر والدكتور عبد الرحمن الله يرحمه كانوا علماء علماء يعني شريعة في الفقه والعقيدة والتفسير فكان عندنا يمكن حوالي خمسة دروس كل أسبوع كنت أداوم عليها فكنت أداوم لدروس هذه كلها ما الذي تجعلك في الهندسة أو تقدم الهندسة؟ الهندسة لها قصة ثانية طبعاً أنا في المدرسة كنت شاطر وأنا كنت ثاني على الكويتين ربما شاء الله في الكويت كلها نعم وستة وعشرين على كل الكويت ما كان عندك هوايات غير أحب هوايات الشباب التقليدية رياضة خفيفة ما هي زائدة كنت أحب القراءة سبحان الله من أنا صغير وأقرأ وايد قصص وكذا بعدين طبعاً صارت القراءة المنهجية بعدين ولكن في البداية كنت أقرأ أي شيء يطيح بيدي فكان هذا حب القراءة لكن أما دخول الهندسة لا لا قصة لطيفة أنه لما تخرجت من الثانوية فالوالدة اللي يرحمها قالت لي يعني لازم تدرس الطب وأبيك سيد دكتور أنا يعني في ذاك الوقت يعني عندي منهج أن أحلل أحلل كل شيء فشفت أن الطبيب حياته هذا حياته صعبة وحياته ماهلة خلاص يعني نادونا بالليل نادونا بالنهار وبعدين مو أنا يعني زين فرفضت وأنا البعثة لأنه بحكم التفوق أعطوني بعثة لأي مكان وفي أي تخصص فاختار اللي تبي في ذاك الوقت أنا مفتوها شوي فرفضت أني أدرس طب وصارت مشكلة مع الوالدة ودخلوا بعض الناس كحل وسط قالوا زين يعني على الأقل لكن أنت أقعد في الكويتة ما بيأطلع يعني فصار الحل الوسط أنه خلاص روح بلعثة بس أدرس هندسة مو طب فهذا سبب دخولي ما كان عن وعي ولا عن اختيار وإنما بسبب الضغوط هذه يا أقعد في الكويتة أدرس إما شريعة أو أدرس شيء يعني أحبه أو أروح طب اللي تبي الوالدة بس أنا ما أحبه فصار الحل الوسط هو الهندسة يعني بس يتخير أنت ذكرت أي واحد يدخل في الهندسة ويدخل فيها جد وخاصة إذا خذاها من جامعة يعني عارفة ما قاعدت سوي الهندسة تعطيك منهجية التفكير تعطيك منهجية التحليل وتعطيك منهجية حل المشاكل هذه المهارات بالذات مهارة التحليل تغير حياة الإنسان ولذلك تشوف أن المهندسين بشكل عام هم كبار المفكرين على فكرة كبار أدباء تشوفهم علم الإدارة يعني اللي أسسه واللي طوره فريدريك تيلر كان مهندس فايو كان مهندس يعني واسحب يعني كل الكبار الرئيسيين فالهندسة تفتح لك الأبواب لأنه تعطيك منهجية التحليل وتعلمك كيف تتعلم تعلمك كيف تعلم نعم فهذه تفتح لك الأبواب كلها يقال اليوم دكتور أن الحلول التكنولوجية اليوم المطلوبة التي تدفع العالم للأمام هي حلول هندسية بحتها يعني يعني إذا يعني هذا كلام إيلون موسك اليوم بس هو طبعا كل شيء في النهاية مو الهندسة هو أبو العلوم كلها هو الرياضيات يعني هذا أبو العلوم حتى تعلم النفس وراه في النهاية لما تروح فيها عماقة راح تشوف الرياضيات علم الرياضيات قائم على علم المنطق علم المنطق كله قائم على علم المنطق الرياضي arithmetic logic فأنا بالإضافة لدراسة الهندسة درست الاريثميتيك لاجك درست أساس المنطق فهذا يساعدك لكن إذا تسألني عن التوقعات المستقبلية طبعا لها ارتباط بالهندسة بس هي التوقع الأكثر أنه يكون AI artificial intelligence اللي هو الذكاء الاصطناعي هو مستقبل البشرية في اعتقادها نحن دكتورنا بنتكلم في أثناء وجودك في أمريكا وبعثتك في أمريكا وأنت كنت مهتم في الشريعة لكن راح تدرس هندسة هل أثرت عليك أمريكا من زاوية فكرية أن أنت كان عندك مفاهيم معينة تعلمتها في الكويت بحوالي بين مشايخ أبيك تكلمني عن تأثير أمريكا عليك طبعا حقيقة شوف تأثير أمريكا أكثر من تأثير في تأثير للدراسة والجامعة نفسها أن الواحد احتك بحضارة مختلفة طريقة عمل مختلفة إتقان النظام احترام للوقت منهجية في الحوار التراجع عن الخطأ هذه أشياء ما كانت للأسف وما زالت في بلادنا سهلة ما زال عندنا مشكلة فيها فهذه تعلمت من الحياة في أمريكا نفسها تعلمت أيضا طبعا اللغة الإنجليزية يعني لأن أنا في ذاك الوقت كان نظامنا نروح نسكن مع عائلة أمريكية وندرس الثانوية السنة الأخيرة في مدرسة ثانوية مرة ثانية فاتخذ شهادة من الكويت وتاخذ شهادة من أمريكا فعشت الحياة الأمريكية وبعدين لما رحت الجامعة إجباري كان نسكن في السكن الداخلي فاحتكيت بالأمريكان احتكاك قوي جدا يعني فعرفت الحياة الأمريكية هذه طبعا غيرتني شيء ثاني اللي غيرني هي الهندسة نفسها بحكم مؤسسنا شيء الثالث هو المهارات اللي كانت اختيارية وكان ممنوع تأخذها في الهندسة يعني نظام الجامعة أن حوالي نص المواد في الهندسة بس النص الثاني مواد اختيارية فأنا ما كنت عارف أتكلم على فكرة فن الإلقاء كنت أرجف وأقرأ من أوريقا وحالة حالة يعني فأخذت كورسات في فن الإلقاء وتعلموني يعني أنا تعلم فن الإلقاء بطريقة منهجية يعني شنو أهم شيء في فن الإلقاء اللي تعلمت اللي ارتكست عليه خنقول أهما طبعا فن الإلقاء يدور حول ثلاثة أشياء رئيسية المحتوى والأسلوب والحركة هذه الثلاثة فشون تعد المحتوى صح؟ الأسلوب بما فيه صوت وتحكماته وطبقاته وتشكيلاته والشيء الثالث الحركة انفعالات الوي حركة اليدين المشي أمام الجمهور يعني يمكن أنا يمكن أول واحد يسوي محاضرات في الكويت وهو واقف يتمشه ما كان في شيء لكن الناس دائما يسوي محاضرات ويها قاعدة فهذا طبعا علمني لكن من الأهم الأشياء اللي غيرتني في أمريكا هو أن الواحد تورط يعني شأنه تورط أنا رحت هناك الجامعة فيها طلبة مسلمين يبقوا يصلون لي معهم ما عندهم خطيب فاضطررت تصير أنا خطيب لي معهم وما عندهم مفتي فاضطررت أني أبحث أحيانا ولا أتصل بالعلماء عشان نشوف حلي مشكلة فقهية وطبعا استمرت هذه فأنا خطبت الجمعة 17 سنة وشلما في أمريكا في أمريكا وبعدين احتكيت لأننا كنا ندير العمل الإسلامي في أمريكا ويعني أنا الحمد لله أشرفني مع مجموعة من إخواني أن أسسنا رابطة الشباب المسلم العربي فكان يحضر لنا كبار كبار العلماء من العالم كله فكان أنا المنظم الرئيسي لهذه المؤتمرات مؤتمراتنا توصل لحضور 7000 شخص يعني ويقعدون خمسة أيام مع النوم والأكل فتعلمنا الإدارة تتخيل يعني تبدير 7000 منهم 2000 امرأة مع عيالهم وتبدأ تسكنهم وتوكلهم وتسوي لهم برنامج بما فيها برنامج ترفيه بعد ذلك لكن تمثل وسوي مسرحيات شنو شنو مسرحيات 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 كنت تكتب أو كنت بس تمثل كنت الاثنين يعني كلنا نهوات فكاننا أنا ومجموعة من الأخوة يعني نقلف المسرحية أثناء المؤتمر وندرب عليها أثناء المؤتمر وفي اليوم الأخير نسوي السمر الختامي طبعا هذا السمر الختامي يعني أكثر فقرة محبوبة في كل المؤتمرات التي نسويها كان أحيانا بعض الناس تحضر محاضرة ما تحضر لكن الحاس سمر هذا لا بالنسبة لهم كان فطبعا كان من الأشياء الرئيسية أننا احتكيت بالعلماء أيضا بسبب الحرية الشديدة فكنا نقول للي نبي وننتقد الأوضاع في العالم العربي وننتقد الدكتاتوريات وننتقد أمريكا نفسها ونحن في أمريكا يعني فتعلمت حب الحرية وتعلمت حب العلم وأجبرتني الحياة على أني يعني في النهاية لازم أدخل في العلم الشرعي بأعماقة وكنت أسوي المحاضرات بالعربية وسويها بالإنجليزية يعني بما فيها المحاضرات الإسلامية لكن طبعا من أهم الأشياء التي استفتها حيل أن بحكم أني كنت واحد من المنظمين الرئيسيين كان كبار العلماء الميون يسكنون عندي أحيانا بالبيت فأحتك معهم احتكاك شخصي العالم لما تحتك في تحتك في بالمحاضرات غير لما تحتك في بالحياة أكيدي هذا عبدالله بن وهب يتعلم عند الإمام مالك فيقول كلمة جميلة يقول صاحبت الإمام مالك عشرين عاما فأخذت منه العلم في عام وأخذت الأدب في تسأة عشر عام ويا ليتها كلها كانت في الأدب فتعلم الأخلاق والأدب ويعني وإخلاص الإنسان لدينه ولأمته هذا تعلمت من علماء الأمة كلها تسألني أنت شنو واحدة من التغييرات الرئيسية على فكرة أنا لما تعلمت العلم الشرعي وتربيت كنت محتك بالإخوان ومحتك بالسلفيين وتأثرت بالاثنين يعني ولذلك العقيدة سلفية المنهجية سلفية والدعوة أخواني شو الفرق بين الدعوة والسلفي يركزون أكثر على دقة العلم ودقة الحلال والحرام ودقة الحديث وأحيانا شيء من التشدد الأخوان لا عندهم منفتاح أكثر ديمقراطية أكثر يعني لطف الدعوة أكثر هذا باختصار يعني فالتأثر السلفي هذا الحقيقة يعني كان سوى عندي شوية تشدد اللحية كانت شدي طويلة محبا ما تخيلك موجودة الصور فكنت بهذه الصورة بعدين لما احتكيت بالعلماء الكبار كبار يعني زين الدكتور رقار رضاوي سلمان العودة يعني كلهم كنا احتكاك مباشر معهم فشفت فقه آخر وشفت وفهم للدين أعمق وأرحب فتغيرت ولذلك لما رجعت أنا رجعت مختلف عن الإخوان ومختلف عن السلفيين يعني في منهجية تقدر تسميها عالمية أكثر ما هي كانت منهجية كويتية شو الفرق من منهجية الكويتية والعالمية دكتور؟ منهجية الكويتية تراعي الوضع في الكويت تفكر بطريقة تناسب أهل الكويت وهذا شيء جميل يعني زين المنهجية العالمية أني أنا الحين أقدر أسوي محاضرات في الجزائر مثلا أو أسوي محاضرات في اندونيسيا وأنا أفهمهم وأعرفهم لأننا نحن لما كنا ندير العمل الإسلامي هناك كنت أنا واحد من اللي يعني من الناس اللي لنا دور رئيسي في تأسيس العمل الإسلامي في ماليزيا مثلا فاحتكينا فيهم فشفنا فقه آخر وشفنا طريقة دعوة أخرى وطريقة تفكير مختلفة فصارت يعني صارت عالمي أكثر في اقتصار هل سأقول مثلا الآن من أمريكا دكتور وانت ممكن تصلح للمعلومة من أمريكا وانت كان عندك فكرة أنه مفروض يكون دور المرأة أكبر في الجانب الاجتماعي وهذا حتى أنت عندك يعني سند شرعي للموضوع طبعا فأنا أفهم أنا هل أفكار أو شيء يت من وانت بأمريكا لأن انت هل تأثرت بالخنقول البيئة الأمريكية والثقافة الأمريكية ولا هذي من المشايخ لانت خالتهم ونبي حتى الرأي الشرعي في الموضوع يعني هو طبعا الاثنين الحقيقة يعني احنا ما تربينا في العمل الإسلامي وما زال حتى إلى اليوم هذا التأثر موجود أن العمل النسائي بروح والعمل الرجالي بروح الحركة الإسلامية النسائية لها خصوصيتها ولها عملها الخاص بها والرجال الوحدهم الجلسات الاجتماعية يعني الريائي اللي يتغدون ويأكلون فيه مع بعضهم والنساء مع بعضهم وهذه كانت ظاهرة وحتى أنا لما رحنا أمريكا في البداية كنا جديد يعني زين حتى لما أعزم ناس عندي في البيت الريائي البروح والنحرين بروح بعدين مع العيام وأيضا مع قراءة الشرع نفسه شفت أن لا الإسلام ما يقول هذا الكلام وأن الجلسة إذا كان فيها احتشام واحترام ما فيها مشكلة سواء جلسة اجتماعية ولا جلسة دعوية بعدين وجدت أن المرأة لما تشارك في العمل تضيف أبعاد ما هي موجودة عند الرجل المرأة أكثر إبداعا أكثر عمقا في فهم العلاقات على فكرة دراسات واضحة جدا أن المرأة لما تشترك في قيادة مؤسسة ولا شريكة ولا كذا حتى الجانب المالي يتحسن فهذه أشياء علمية وعملية ففي البداية عدة سنوات ظليت على الطريقة الكويتية هذه بعدين لما بدأت أقرأ بالذات كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة واللي كتب الله يرحمه أبو الشقة عبد الحليم أبو الشقة الكتاب كله كله الكتاب مبني فقط على القرآن الكريم والبخاري ومسلم بس ومع ذلك يوريك أن الحياة الاجتماعية والعلاقة بين الصحابيات والصحابة كان مفتوحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقعد مع الصحابيات يتغدى وياهم فالمسألة مختلفة عن اللي تعودنا عليه فصار عندي قناعات أن المرأة لازم تشارك أكثر في قيادة العمل نفسها أكثر وتشارك حتى في العمل السياسي وغيره وذلك لما رجعت الكويت كانت واحد من الناس اللي عيدوا بشدة تصويت المرأة وانتخابها مع أن الحركة الإسلامية للأسف في ذاك الوقت كانت ضد هذه المسألة فكنت من حملة الرأية أن لازم هذه المسألة تتغير والحمد لله تغيرت فهذا بعض الأشياء طبعا فيه سنة شرعية تفصيل هذا اللي ودي أنا أفهم طيب يعني هو بعرف حتى نفس الشيء من وين يت الأفكار اللي موجودة عندنا الاجتماعيين حتى في الكويت والعالم العربي أنه فيه انفصال واضح يعني هذا جزء كبير مننا تاريخي وجزء كبير مننا عادات وتقاليد حتى نوعية المذهب اللي الإنسان يتبنى يعني زين يعني الحنابلة فيه عندهم شيء من تشدد الأحناف عندهم شيء من انفتاح فالواحد عندما احتك فيه الجميع مثل ما يقول للإمام الشافع عندك كلمة جميلة يقول إذا وقع الاختلاف ارتفع الانكار فأنا لما اختلف معك ما قدر أنكر عليك خلاص أنا لي رأي وانت اللي أحترم رأيك تحترم رأيك ما ننكر على بعض احنا كنا في السابق ننكر هذا نحراف وهذا ببعد عن الدين خلينا نأخذ مثال يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة هذا الحديث في البخاري حديث صحيح بس هذا مو الحديث هذا جزء من الحديث ما هو الحديث؟ الحديث يتكلم عن قصة حدثت أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرة حاكم للفرس تعرف أنت العوائل الحاكمة لما يطول الزمن تكبر لما تكبر يصير ظاهرة طبيعية في البشر يصير بينها مؤامرات وبينها حتى اغتيالات من أجل الحكم فهذا اللي صار في العائلة الساسانية اللي كانت تحكم الفرس كسرة خاف أنه يأخذون الحكم من ولي عهده ابنه فصد القرار غريب بقتل جميع الذكور من بني ساسان عائلته فقتلوهم جميعا بما فيهم الأطفال الذكور مثل ما سوى فرعون قتلهم كلهم ما بقى إلا هو ولده بس ذكور فبعد ما قتلهم ولده مات وبعدين كسرة مات فمالقه وريال يحكمهم فلذلك اختاروا بنت كسرة تحكمهم فوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قاعد يعطي أمر قاعد غريب ما وجدوا رجل يحكمهم فلا لن يفلحوا والدليل على أن هذا ليس أمر أن البخاري لما أورد هذا الحديث في داخل كتاب البخاري هو يقسمها كتب يعني مثل أبواب داخل الكتاب ففي كتاب الإمارة اللي هي القيادة وفي كتاب النبوءة اللي هي التوقعات فهذا الحديث ليس في كتاب الإمارة هذا الحديث في كتاب النبوءة فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يعطي نبوءة ولا يعطي أمر والدليل الآخر أن كبار الصحابة طلحة والزبير وعبد الله بن الزبير هؤلاء كلهم رضوا أن تقودهم امرأة في معركة الجمل اللي هي السيدة عائشة وغيرها من الأدلة الكثيرة يعني صح نعم أ concerts نعم ديكتور عندما نتكلم عن يعني ذاك الوقت أنت رحت أمريكا وعادةً نروح أمريكا ويشوف الانفتاح هذا ويشوف المجتمع ويشوف الحضارة وهما سابقين نبيا سنوات حاصة أنت الوقت اللي رحت فيهない كانوا فياتهم من قمتهم مع ذلك ما تأثرت في الفكر الأمريكي الغربي وكانهم عندهم كل المقاومات للتقدم مع ذلك ما تأثرت شو اللي شفت فيهم واللي ما خلقتم تأثرت لا أنا تأثرت كثير أخصد مكة كدين أنا أول شيء البودي كويتي بس العقل عالمي أمريكي لا طبعا تأثرت تأثرت بطريقة التفكير تأثرت بالحرص على العلم وإتقانه والتقدم احترام الرأي الآخر بشكل كبير النظام تأثرت تأثرت كبير إلى اليوم تونيعي من المسجد رفوف الأحذية فاضية يمكن ما في إلا حذائي أنا الوحيد وواحد ثاني والباقي كلهم حذائهم على الأرض هذه الفوضى التي عيشها الناس لا طبعا شكلتني هذه الثقافة الأمريكية لكن من الناحية الدينية ما تأثرت وتأثرت ما تأثرت بمعنى أني الحمد لله ما انحرفت وأنا من الناس اللي أكرم من إليا سمعت ما مريت بفترة حتى مراهقة يعني زينا على الفكرة أنا لا أؤمن أنه في شيء اسمه فترة مراهقة لماذا ما فهمت؟ يعني الناس تربط أن هذا العمر مثلاً 15 إلى 20 سنة مثلاً هذه فترة يصير الشباب عندهم هوج وعندهم هرمونات في الجسم هرمونات تخلي الإنسان ينحرف وتخليه تصرف تصرفات يعني غير منضبطة لا 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 سلوك الإنسان قرار وسلوكه بإيده مو بإيد الهرمونات لو الهرمونات هي اللي تحكم فينا مفروض ما يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها فالله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على تصرفاتنا سواء في فترة المراهقة ولا بأي عمر من العمار مدام الإنسان بلغ فهو محاسب وبالتالي ما في شيء يسمى وعي باطن يتحكم فيني ولا هرمونات يتحكم فيني سلوكي هو قراري فالحمد لله ما مريت بفترة المراهقة أيضاً الحمد لله في أمريكا يعني الحمد لله الله أكرمني أنه ما مريت بفترة انحراف ومن بداية وجودي في أمريكا احتكيت بالعمل الإسلامي ومع الأيام يعني الدكتور مثلاً أحمد تتنجيل اللي هو كان قائد العمل الإسلامي في أمريكا في ذاك الوقت اختارني أن أكون معاه في قيادة العمل وأنا عمري 19 سنة فهذه المشاركة مع الكبار هؤلاء ومنهجياتهم وقراراتهم يعني علمتني علمتني القيادة وعلمتني الدعوة وعلمتني الخطابة وعلمتني الفتوى وعلمتني العلم الشرعي لكن أيضاً تعلمت المسيحية واليهودية وأخذت كرسات في مقارنة الأديان ويعني طبعاً صارت بيننا وبين القشاوشة نقاشات وحوارات فصار فهمي للدين مو تسليم وإنما عن اقتناع حقيقي في طريقتين للوصول إلى الإيمان طريقة التسليم وطريقة الشك طريقة التسليم أن أنا خلاص اللي تعلمت هو الحق ويعني الديني هذا هو الذي لا حق غيره الطريقة الأخرى طريقة الشك في احتمال يكون في دين آخر أحسن من ديننا في احتمال يكون أراء أحسن من أراءنا فالحل أني أدرسها وأشوفها وأقارنها فأنا وصولي للإيمان في الدين الحمد لله ما كان بطريقة التسليم في البداية كانت تسليم الحياة الأمريكية علمتني أن لا الشك هو الطريق الأعمق للإيمان وإذا شكيت ودرست وتأكد عندها سيكون إيمانك راسخ أكثر من اللي يسلم لأن أبو وأمه مسلمين بس وقلت دكتور في أيام الدراسة سنقول بذرت قناة الرسالة والمشروع الإعلامي كانت من أمريكا اللي فهمت أنا بالإعداد لا طبعا واضح كان عندي في أمريكا أن الاهتمام بالإعلام بس قناة الرسالة ما هي فكرتي قناة الرسالة هي فكرة سمو الأمير الوليد بن طلر أنا كنت أدعو أن لازم من كلنا وجود في الإعلام سواء قناة فضائية أو حتى أفلام دراما أو غيرها فكنت أدعو لي هذا بس ما كان عندي لا الفرصة ولا الأدوات ولا المال فكنت لها قصة طريفة كنت في الحرم المكي وكنا رايحين العمرة وتونى بعدنا أنا مجموعة أربعة أو خمسة من الشباب بعدنا ما طلعنا من الحرم وإذ يأتيني اتصال يطلب أن ألتقي مع سمو الأمير الوليد فسافرت ثلاثاني يوم إلى الرياض ما أدري الشيبي بس توقعت أني أبي قناة إسلامية فالفكرة كانت فكرته وقال لي أنت أحد المرشحين وصار حوار طويل ونقاشات وبوجود مستشاريين وبعدين هو اللي اختارني اللي أقود قناة بس أنت ليش قبلت؟ طبعا أنا شنو هدفي في الحياة كلها هدفي أني أنشر فكر إسلامي صافي وفكر حضاري نهضوي نحاول نغير التخلف اللي أربعمائة سنة أصاب الأمة وننهض بأمتنا من جديد هذا هدفي في الحياة في فكر وفي أدوات لنشر الفكر أقوى أدوات نشر الفكر ما هي رقم واحد الإعلام رقم اثنين التعليم بعدين تأتي الكتب والدورات والمحاضرات بس رقم واحد الإعلام رقم اثنين التعليم فأنا كان لي وجود في الإعلام بس محدود جدا يعني أسوي دروس في إذاعة القرآن الكريم أسوي دروس في التلفزيون الكويت بس ما كان لي الشورى العالمية فلما يأتيني تأتيني هذه الفرصة طبعا أذكر ولا أنسى أن سمو الأمير سألني عن مشاريعي وأهدافي وكذا بعدين لما قال لي طيب أنت لو عرضت عليك قناة الرسالة راح راح توقف وائد من مشاريعي لما عندي مشكلة ألغي 60 مليمية من مشاريعي لأن هذا مشروع رئيسي في فكر وفي أدوات نشر الفكر فلما تأتيني أهم أداة طبعا لازم أوافق عليها وخاين تكلم عن الآن دام فتحنا موضوع قناة الرسالة أنت أسستها من الصفر وشنو كانت خطتك العملية شنو كانت خطتك اللي أنتك انتبت بعدين خلالها تطلع نتائج يعني أول شيء في إدارة وفي مرة ثانية هدف أما الإدارة فأنا أحمد الله أفهم في الإدارة بالإضافة لدراسة الهندسة درست الإدارة صحيح ما أخذ فيها شاهدة رسمية بس أخذت مواد في الإدارة أكثر من الهندسات فهذا تمكنني من علم الإدارة فأنا أعرف الإدارة وأسست عمل وأدرت أعمال كبيرة فمن ناحية الإدارية ما كان عندي مشكلة بس أنا ما أدرت شغل إعلامي هذا الإعلام مو شغلي فمعذرة عالي عليك دكتورة الإقصرة فأنا ما أسس شغل إعلامي فالحل كان عادة رسالة أي واجه يحسن لك فمرة ثانية في إعلام وفي إدارة فأنا كنت شاطر في الإدارة بس في الإعلام صحيح أنا لي برامجي الإعلامية بس أنا ما أدرت عمل إعلامي فكان الحل أني أستدعي ناس خبراء في الإدارة فجمعت خمسة دكتور عبدالله جودت دكتور جبنا مثلا الأخ أحمد بوهيبة من مصر خمسة كبار في الإعلام الحقيقي خبراء في الإعلام نقيته من أقوى وقلت له مسمعوا أنا أفهم في الإدارة وأفهم في المال أنتوا تفهموا في الإعلام إذا اختلفنا في قضية إدارية القرار عندي وإذا اختلفنا في قضية إعلامية أنا أحترم التخصص القرار عندكم وبعدين طرحت فكرة ما كانت موجودة وأكثر الناس مو موجودة عندهم اليوم أنه ما في داعي نسوي استوديو لابن نسوي قناة فضائية بدون استوديو شون أيضا فقال هو شون ما يصير هذا بداع سويداني فقالت لهم أنت محتاج استوديو نأجر استوديو وبعدين ضيوفنا نبيهم من أنحاء العالم فليش إذا سوينا استوديو مثلا بالكويت لازم كلهم نسفرهم وسولهم إقامة لا لا إذا دكتور عمر عبد الكافي سوي لمحاضرات ولا برنامج استأجر استوديو في الإمارات جن بيته يسوي برنامج ويرجع لا سفر لا إقامة لا تكاليف بعد ما في تكاليف مخرج وإضاءة وغيرها واستهلاك أجهزة فقدرنا نوفر من الميزانيات يعني تكاليف القنوات الأخرى كانت إهدار حوالي 40% فقدرنا نوفرها بهذه الطريقة هذا من ناحية الإدارة أما من ناحية الهدف كان واضح جدا أننا إحنا الإعلام أنت خبراء في الإعلام أيضا الإعلام لها تعلمني الدكتور أنت أملك خبراء إستهدار منها الإعلام له أهداف رئيسية إما تعليم أو توعية أو ترفيه أو تحريض أو إخبار يعني هذه يسموها الفنكشن فإحنا حددنا إحنا مو قناة إخبارية إحنا مو قناة تعبوية ولا تحريضية مثل قناة المنار لحزب الله إحنا قناة هدفها أن تساهم في تغيير ليس المنظمات والدول وإنما تغيير الفرد والإنسان تركيزنا على الفرد والإنسان الإنسان كيف يتغير إنسان يتغير لما يتغير خمسة أشياء تغير القناعات تغير الاهتمامات تغير المهارات تغير العلاقات وتغير القدوات فإذا غيرتها الخمسة تغير الإنسان فبدأنا نبني البرامج والخطة وكنا نخطط التخطيط لا تتخيل يعني فيصل يعني كنا نخطط لكل ربع ساعة من البث 24 ساعة في كل ربع ساعة ماذا يبث وفي نفس الوقت القناوات الأخرى المنافسة شا قاعدة تبث عشان ما يستر تعارض فكنا نسوي التخطيط بهذا العمر بعدين كنا ندرس كل برنامج بنسبة كم يغير اهتمامات كنا نخطط بهذه الدرجة ولذلك استطاعنا الحمد لله في خلال ثلاث سنوات أن قناة الرسالة يصير ترتيبها رقم 16 على 1260 قناة فهذا من فضل لله سبحانه وقتها ما كان في يوتيوب ولا كان في سوشيال ميديا لا كان في يوتيوب بس كان في بداياته يوتيوب تأسس في 2006 اي احنا 2006 بدينا بديت انا أسسنا 2005 افتتاحنا 2006 لم يكن منتشر لم يكن منتشر كان في عندنا فرصة بس حتى كان جزء رئيسي من شغلنا السوشيال ميديا في ذاك الوقت كان الاسمس والرسائل التي تطلع بالشريط كان فيها الاكثر استحمال فكان عندي ناس مختصين يديرون هالمسألة سأدخل في أمور ثانية سأرد على قناة الرسالة حتى يكون في ماشي على الجدول الزمنية حتى حق المستمع الآن بنتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين دكتور انت انضميت بشكل رسمي لجماعة الإخوان المسلمين اين وانضميت لهم وانت كنت في أمريكا او في الكويت لا لا في الكويت أنا صغير قبل لا تذهب اين من الثانوية من الثانوية وشون كيف انضميت لجماعة هو الإخوان المسلمين بس يعني أبي أصحح شوية مفاهيم رئيسية لأن الإعلام وخاصة المعادي للإخوان يعني مسوي هالة غير حقيقية وانا مهم انتم شباب وعندكم عقل فتحكمون يعني الإخوان المسلمين يعني ما هي جماعة ماسونية جدي باختصار يعني إخوان المسلمين هي جماعة دعوة يعني هذا هو أساس فياتها فهي جماعة دعوة لما يجتمعون يجتمعون على شنو على قرآن وسنة وحديث ودرس ديني يعني ما فيه ما فيه يعني والله خطة القاعدة ولا خطة زين قلب أنظمة مو موجود كل أوهام هذا يعني زين فكان كل اللي عندنا أن نجتمع يعطونا معاني تربوية سلوكية إيمانية يعني هم أصحاب الفضل علي في أن الدين صار مو دين تقليدي وأنما دين واعي وصار دين فيه سماحة وفيه يعني شفقة على الإنسان ورحمة وحوب فهذه يا جماعة الإخوان مسلمين باختصار فكان في المسجد اللي ين بيتنا كان فيه مجموعة منهم فدعوني فدعوني أني أحضر دروسهم فأحضرت دروسهم يعني عملية يعني عملية ترى الدخول في الإخوان والخروج من الإخوان يعني ترى باب مفتوح في الصوبين يعني أوكي فالحين أنا كنت بغيت أسألك ونت سبقتني بغيت أسألك ببساطة من هم الإخوان المسلمين أنت قلت لي في جانب زعوي لكن اليوم في أيضا جانب سياسي دائما كان في جانب سياسي دائما بالذات في الأصول للعشرين ومن بداية فهم الإسلام أن الإسلام دين ودولة الإسلام ليس دين للأفراد هو دين أيضا للدول والإسلام نظام شامل في جانب اجتماعي في جانب روحاني في جانب جسدي في جانب تشريعي قضائي وفي جانب سياسي هذا جزء من الإسلام إذا ألغينا هذا الجزء من الإسلام انحرف الإسلام نفسه فالإسلام الأخوان يفهمون الإسلام على أنه دين شامل هذه الشمولية بشكل عام ما هي موجودة في الجماعات الأخرى بنفس الصورة موجود بس على أخف جماعة التبليغ مثلا ما عندهم الجانب السياسي هذا كله السلفيين في العالم غير السلفيين في الكويت أيضا ما عندهم الجانب السياسي السلفيين في الكويت هو ما الذي صار عندهم الجانب السياسي وبعدها على فكرة هم الذين انشروها على مستوى السلفيين في الدول الأخرى لكن الأخوة المسلمين من أساسهم يفهمون الإسلام دين شامل هل هم حزب سياسي الجواب لا هم لا ما هم حزب سياسي هم جماعة تدعو إلى الإسلام الشامل لما بدأ الإخوان يدخلون أكثر في الجانب السياسي ويدخلون في الانتخابات أنا واحد من الناس اللي كنت وما زلت وأطالب بشدة أن العمل السياسي هذا يفصل عن عمل الجماعة ما يسير أنا على الوقت عندي شوية تفكار غريبة أنا ضد الأحزاب الإسلامية لماذا؟ أول شيء إذا صار فيه حزب اسمه حزب إسلامي سميه ما تشاء بس خلاص معروف أن هذا هو الحزب الإسلامي في البلد أول شيء سيعطي إيحاء أن الباقين ما هم مسلمين وهذا مصحيح أهلنا وحتى المنافسين لنا ناس مسلمين وحبون الدين وحبون الإسلام هذا الإيحاء فيه مشكلة هذا واحدة شيء الثاني أن اللي يديرون العمل السياسي بما فيهم الإخوان المسلمين ترى بشر والبشر هؤلاء يصيبون ويخطئون يعني يعصون ويرتكبون كبائر ويسرقون حتى الصعابة يحدث فيهم هذا فالمشكلة لما يصير عندك حزب إسلامي وهؤلاء يرتكبوا مثل هذه الأخطاء الناس ما راح تقول فلان أخطاء الناس راح تقول شوف الإسلاميين شكرا يساوون وبالتالي يصير انطباع سيء عن الإسلام صح بعدين احنا ليش نسوي حزب إسلامي يعني في ناس أصحاب كفاءات عالية جدا جدا وحتى أكفع منه في جوانب كثيرة مثل الاقتصاد وغيرها وهؤلاء ما هم جزء من الأخوان المسلمين فالحل الأفضل هو أننا نسوي جبهة إذا حب تيار يؤمن بالقيم يؤمن بالتطوير يكون مع الديمقراطية ضد الفساد نحن مو الوحيدين اللي ندعو لهذا فالحزب الإسلامي سيحارب ويرتكب أخطاء ويعني يعطي إيحاء سلبي فلذلك أنا ضد هذا والأفضل هو المشاركة مع الناس واحترام أهلنا وأحبابنا اللي مو معنا واحترام تخصصهم واحترام قدراتهم والاستفادة منها هذا اللي مفروض لذلك أنا حتى الحركة الإسلامية في الكويت كنت وما زلت أقول لهم الله يخليكم حلوا هذا الحزب فكونا مننا كلها يعني زين وحتى لما جلست مع شيخنا راشد الغنوشي في حزب النهضة في تونس قلت له الله يخليك حزب فكنا من هذا الحزب ولما قعت مع عمر البشير قلت له الله يخليك تستقيل يعني لأن أنت تحكم والناس تقول هذا حكم الإسلاميين وشوف الفساد المالي وشوف الكذا فالناس راح أنا أنا شخص أمم بالإسلام وأحب الإسلام ويعني بالنسبة لي واجب علي أن نقاء الإسلام وصفاء الإسلام ما حد يلمسه حتى لو كان إخوان مسلمين ولا غير إخوان مسلمين ما حد يلمس هذا النقاء فأنا أعتقد أن هذه المسألة راح تتأثر بوجود أحزاب إسلامية ولذلك الأفضل هو مشاركة الناس حركت عيلا لسألك له دكتور بغيت أقول لك أنا بغيت أضرب لك أمثلة وأنا ما توقعت هذا الجواب صراحة بس حضرين لك أشياء حلوة يالله زياد تومير الشطاب فدكتور هل في مبايع هل نسمعنا في مبايع شوف البيعة في الإسلام أنواع هي ليست في داخل الإسلام من ناحية الشرعية كانت البيعة أنواع في بايع على الخلافة في بايع على الإسلام دخول للإسلام مثل ما كانوا الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي واحد يصير خليفة الناس تبايع على الخلافة بس هل هذه النوعين الوحيدين لا كان في بيعات أخرى فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم بايع خمسين فقط بس خمسين واحد من الصحابة على مجموعة أمور منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن تفق معهم أنتوا الخمسين لازم تكون مستواكم في السلوك بدرجة تكون قدوة للآخرين طبعا هي من قالت بها الطريقة بس هذه خلاصتها فمن ضمن البيعة زين أنهم لا يسألون الناس شيئا ما يطلب شيء من الناس فسيدنا أبو بكر واحد من البيعة ذين بايعوا هذه البيعة والحديث في الصحية في يوم من الأيام أيام خلافته كان راكب على بعير فسقط الصوت منه فأناخل بعير ونزل واخد الصوت وبعدين ركب البعير فالصحابة اللي كانوا يمشون قالوا يا خليفة رسول الله لو أمرتنا لا أعطيناك الصوت قال بايعت خليلي ألا أسأل الناس شيئا ما أطلب أي شيء من أي إنسان هذه باعة فالإخوان المسلمين باعتهم هي ليست باعة خلافة ولا باعة ماسونية ولا باعة على مسدس لا هي باعة أننا نبايع على أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعني نتمسك بالإسلام وأن لا ننحرف عنه يعني هذه باعة فيسموها باعة خاصة وليست البيعة العامة وبعدين مع الأيام على ذكرة ألغيت هذه المسألة يعني كانت في البدايات مع الأيام ما عادت موجودة هذه المسألة طيب زين دكتوري رح نتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين سياسيا شوية أكثر لسبب أن اليوم في وصمة على الإخوان المسلمين خاصة بأفهم أنا يقال أن هناك مشروع ومشروع هذا مرتبط بين جماعة في تونس جماعة في مصر وممكن قبل الغزو مع الكويت وكان في مشروع أكبر هل هذا صحيح؟ لا خلنا أشرحها باختصار التنظيم العالمي للإخوان المسلمين هذا كيان تنسيقي يعني 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 علاقة الإخوان مثلا في الكويت بالإخوان في مصر أو المرشد العام للإخوان والله 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 ما عمرنا استلمنا أمر منهم ما نحتاج هذا يعني نحن نعرف الكويت أكثر منهم هو بيقول لي شزوي من الكويت ونحن أصحاب عقول يعني في النهاية ولا بيقول لي حكم شرعي ونحن أيضا عندنا علماءنا الكبار ليفهموا في الشريعة فالمسألة هي أن نحن المهتمين بالإسلام كلنا ننسق عملنا مع بعضنا يصير تنسيق في قضايا لها علاقة بالكوارث أحيانا والإغاثة تنسيق مسألة لها علاقة مثلا بالدعوة إلى الله في الغرب ولا غيره تأسيس العمل الإسلامي في أماكن ما كان فيها عمل الإسلامي الأخوان المسلمين أسسوا العمل الإسلامي في ثمانية وثمانين دولة فلما نقول عمل الإسلامي نتحدث عن سياسة ولا استلموا الحكم نتحدث عن دعوة هذا كله يجب أن الناس تقدره وتمدحه بدل ما تهاجمه فالإعلام سوى هالة على التنظيم العالمي جد جد ما فيه شيء اسمه تنظيم عالمي هذا حقيقة المسألة موجود على الورق صحيح بس أنت تكلم عن أوامر وقرارات وتهيكل هرمي لا موجود موجود أن فيه شيء على الورق اسمه التنظيم العالمي للإخوان المسلمين تمام وأن في ذاك الوقت أن الناس كانت تنظم له وينسقون بينهم عملية تنسيقية اليوم ما عادي يعني ما فيه مشروع أن يكون فيه دولة عربية تحت مشروع يعني إذا الناس يعني عفو يعني أحمد لله الله يكرمني أني يعني رقابتي لله سبحانه وتعالى أهم من رقابتي لك ولا لجمهورك أنا اللي قاعد أقول صدق أنا أكلم الناس بس عشان الناس تطمين يبقى الناس تصدق ولا ما تصدق تعتقد أن هذا كلام يعني فيه إيهام ولا فيه يعني غش للناس ولا خداع ولا تغطي على أمر وما أحرار كل واحد يختنع فيما يشاء زين لكن إذا يقولون للبينة على من ادعى واليمين على من أنكر عش حق هذه الوصمة موجودة دكتور يعني ليش هذا الكلام موجود ومتداول طبعا أساسا قلت لك أساسا موجود على الورق يعني كان فيه فكرة وكان فيه بدايات بس ما كمل هذا الأمر بعدين طبعا الإعلام المعادي للإخوان المسلمين خاصة في مصر ولا في بعض دول الخليج أعلام كبير يعني مكينتهم الإعلامية كبيرة ومكينة الأخوان المسلمين الإعلامية صغيرة جدا جدا فأنت لما يجيك الهجوم بهذا الحجم وأنت ما عندك القدرة الدافع الآن الإنسان العادي اللي في الشارع يسمع تسعين بالمئة باتجاهه ويمكن عشرة بالمئة فيصدق التسعين فالناس معذورة أن تصدق مثل هذا الكلام لكن حين في النهاية يعني المسألة مو الناس تهمنا اللي همنا هو رضا الله سبحانه وتعالى وهمنا أمتنا هذه ننهض بها وهمنا أن بلادنا يعني ننطهرها من الفساد الأخلاقي والفساد المالي والاستبداد السياسي هذا هدفنا يعني زين فهذه الأهداف مو معناها أن نحن أطهار ولا نخطئ وأن نيتنا ما يمسها الشيطان حين في النهاية بشر وكلنا يصيبنا ما يصيب البشر والواحد يخطئ ويستغفر لكن يعني يقولون من لم يمدحك على حسن النية لم يمدحك على جميل الفعال فالناس لا ستنظر لأفعالنا بس يعني نحن قاعد نقول شوفوا شوفوا كتاباتنا وشوفوا تاريخنا وشوفوا شوفوا هذا أنا أمامك وهذا تاريخي وهذا يعني عمرك شفت مني ولا عملية إرهابية ولا أمرك شوفت مني انقلاب على نظام في النهاية هذا إحنا الناس تصدق الناس ما تصدق المهم من الله سبحانه وتعالى يرضى عنه دكتور أنا بس بدي أفتش معاك هذه الفكرة اللي سبق أنا ودي أفهمك أكثر فأنا أفهم من وين يت هذه الشرارة ليش اليوم في إعلام معادي للإخوان المسلمين موين يت السالفة هذه هي طبيعيتي زين أنت قاعد أتكلم عن جماعة تريد أن تحارب الاستبداد السياسي طيب في دول قائمة كلها على الاستبداد السياسي فهم يعتبرون أن هذه جماعة خطر عليهم هذه جماعة تريد أن تحارب الفساد المالي والفساد المالي ضرب أطنابة في كثير من بلادنا وهؤلاء يعتبرون هذه الجماعة خطر عليهم هذه الجماعة تريد التحرر من التدخل الأجنبي هذا أهداف في ناس أتباع للشرق والغرب هذه الجماعة من أهدافها مواجهة صريحة مع الصهاينة وفي عندنا ناس جماعة استسلام وتطبيع وانبطاح في صدام في الأفكار وهم يملكون المال ويملكون الإعلام فطبعا يشوفون سمعتك لأن أنت خطر عليهم أنت تقول لي الآن هل أنت فعلا خطر عليهم أقول لك نعم خطر عليهم طبعا لأن ما رح نترك مقاومة الاستبداد والفساد والصهاينة والتداخل ما رح نتركها لأن نحن نعتبر أن نهضة أمتنا لا تقوم بوجود مثل هذه الأشياء فلازم نقاومها فهل بناء على هذا خطر عليهم خطر فكري عليهم أما قضية نسوي انقلاب أوهام في الأنظمة حتى في الدول التي فيها استبداد ما عندهم هذا الهدف أن يأخذ الحكم بالقوة هذا ليس من أهداف الأخوان وعلى فكرة الإمام البنى ذكر هذا بوضوح شوف إذا تريد تعرف أفكار الأخوان اقرأ بس أفكار حسن البنى الأخوان المسلمين على فكرة بس عشان للناس ما هي أفكار لأخوان مسلمين الأشياء الوحيدة التي تم اعتمادها هي كتابات حسن البنى وكتاب واحد فقط غير حسن البنى وهو دعاء لا قضاء للمرشد الثاني حسن الهضيبي حتى سيد قطب أفكاره لم تعتمد يعني واحد يقول لي والله يقول سيد قطب سيد قطب لهو ليس فكري الأخوان فكري الأخوان حسن البنى وحسن الهضيبي بس فهذا اللي الناس تحاكمنا عليه الآن لما ترجع لحسن البنى ستجد أن في كتاباته أن الأخوان المسلمين ضد الانقلابات الأخوان المسلمين ضد الثورات على فكرة نعرف أن الثورات هذه ستعمل دمار وتعمل مصائب لكن إذا الشعوب اختارتها نحن دائما مع الشعوب ضد الاستبداد لكن نحن ما راح وذلك الأخوان المسلمين مثلا في ثورة يناير الثورة قامت يوم 25 يناير الأخوان المسلمين انضموا لها متى 28 يناير لأن يا توقف مع الاستبداد يا توقف مع الشعب فطبعا سأرح نوقف مع الشعب لكن هل إحنا اللي راح نسوي ثورة ولا انقلاب ولا هذه كلها دعايات دول مستبدة وإعلام يعني معادي للإخوان طيب دكتور أفهم التنظيم حين داخل الكويت شوية زيادة الحين عندنا الحركة الدستورية بالكويت وعندنا جماعة الإصلاح بالكويت شو الفرق بينهم هم نحسن بعض مرات نفس الشي بعدما نحسن لا هذا شيء اجتماعي وهذا شيء بس نحن هنتكلم بصراحة هم نفس الفكرة شوف الإخوان المسلمين لما تأسسوا في الكويت تأسسوا بشكل رسمي على فكرة يعني الله يرحمه عبدالعزيز مطوع الله يرحمه عبدالله علي مطوع احتكوا بحسن البنة نفسه ويابوا هذه الأفكار للإخوان وكانت جمعية رسمية فيها كبار الناس يعني اللي معروفين في الكويت يعني ومعروفين بالدين يعني فجمعية الإرشاد هي اللي بدت بعدين تحولت إلى جمعية الإصلاح في ذاك الوقت ما كان في حركة دستورية ولا غيرها والإخوان المسلمين على الفكرة كان دائما يشتغلون بشكل علني في الكويت لأن الكويت بلد الحمد لله فيها حرية وفيها انفتاع وفيها حب للدين والناس متدينة والدولة نفسها مع الدين وليست ضد الدين فما في داعي أنت تشتغل عمل سري ولا تشتغل عمل يعني تخريبي يعني هذا مو شغل مو شغل يعني حتى في كل الدول مو شغلك يعني فما بالك بدولة فيها حرية مثل الكويت فتأسس العمل بهذه البساطة بعدين مع الأيام بدأوا الإخوان قرروا أن بحكم فكرهم أن السياسة جزء من الدين فبدأ يرشحون بعض الناس إلى إلى العمل السياسي وصار لهم نواب وصار لهم بعدين قالوا طيب هذا النواب لازم فيه شيء كياني مشترك يصير لهم فأسس شيء يسمى الحركة الدستورية وبدأت دعوات وأنا كنت واحد من أصحاب هذه الدعوات لست صاحب الفضل لكن واحد من الذين كان يدعو إلى فصل هذا العمل السياسي عن العمل الدعوي صحيح الإسلام دين شامل بس إحنا مو نظام شامل يعني أنا تعلمت هذه من لما كنت أدير قناة الرسالة بشكل خاص أول ما بديت في قناة الرسالة بحكم فهمي أن الإسلام دين شامل فسويت في قناة الرسالة طابخ وسويت رياضة وسويت فقرة أطفال ففشلنا فشل ذريعة الحكم هي المشاهدة يعني أنت تعرف في الإعلام المقياس الوحيد أنت ناجح أو من ناجح في الإعلام هو حجم المشاهدة فالمشاهدة كانت صفر تقريبيننا فالخبراء في الإعلام في روتانة وغيرهم من اللي كنت تحتك فيهم قال دكتور أنت قاعد تسوي شيء غلط لا تحاول تصير كل شيء بس الإسلام شامل قالوا الإسلام شامل بس أنت مشامل تبسير سوي لك قناة رياضية سوي لك قناة طبق بس مو قناة واحدة تسوي فيها كل شيء ما عندك الإمكانات ولا عندك الخبرة أن تسوي هذا نفس الفكرة في عمل الإخوان في البداية لما كان العدد قليل والأفكار بسيطة كانوا يسوون كل شيء والخلطة يعني خلطة لما بدأت المسالة تكبر فصار في دعوة رسمية أنه لازم نفصل للعمل السياسي ولازم ما يصير أي عمل إلا من خلال يعني كنا في السابق نجتمع في بيت نقرأ قرآن ولا نسوي درس لا هذا كله يلغى خلاص أنت عندك جماعة جمعية إصلاح عندك نقابات تشترك فيها عندك تشتغل عمل رسمي وفصارت هذه الدعوات والحمد لله تمت اليوم تقول ليش الفرق الفرق أن الحركة الحدثة هذه هي عمل سياسي له كيانة له أمانته له قيادته له يعني أعضاء على الفكرة أنا لستعوضوا فيها يعني ولا عمري كنتعوضوا فيها وفيه جمعية الإصلاح جمعية الإصلاح هذه جمعية دعوية خيرية إغاثية وبعدين بدأت تتفرخ يعني والتفريخ هذا بدأ يستقل يعني فرقت جمعية الرحمة فرقت نماء فهذا التفريخ بدأ يصير عمل مستقل وهذا صح أنك أنت تشتغل شغل مؤسسات متخصصة وكل مؤسسة تدير نفسها ما يصير أنت خلطة واحد تتحاول تدير كل شيء فهذا هو الواقع اليوم أن فيه مؤسسات متخصصة كل مؤسسة هي مسؤولة عن نفسها الخلطة التي كانت في البدايات سابقا خلطة واحدة انتهت هذه واليوم ما عاد فيه أي عمل إلا من خلال هذه الواجهات وأي عمل سياسي هو فقط من خلال الحركة الدستورية وهذا الواقع وهذا النتيجة أنا مع العمل المؤسسي وأن كل مؤسسة تدار بتخصص لكن المؤسسة الوحيدة التي أنا ضدها هي العمل السياسي ذكرت لك رأي أن الأفضل يكون عمل مشترك مع كل من يؤيدنا بالأفكار والأفكار التي يجب نركز عليها أفكار قليلة جدا في العمل السياسي حفاظ على الدستور والديمقراطية محاربة للفساد المالي عمل تنموي ونهضة في البلد بس أي واحد يشاركنا بها الأفكار والقيم والأخلاق أي واحد يشاركنا بها الأفكار نشترك معه لماذا نفعلنا حزبه بروحنا فهذه هي الفكرة جميل سيد دكتور أنت داخل الأخوان المسلمين اللي فهمت من الأصدقاء أنت معارض لكثير من الأفكار عندي أفكار منحرفة وتعتبر معارض من فترة طويلة يقولون أن دائما دكتور كان يعارض الجماعة في الرأي الساعة ممكن تذكر لي شيء من القصص وليش كنت تعارضهم أول شيء قبل ما نتكلم عن هذا الجانب الأخوان المسلمين هم اللي ربوني وجمعية الإصلاح لها فضل علي وهؤلاء لو لا هم يمكن الإنسان يكون شيء ثاني فما أنسى أبدا فضلهم علي وهذا الفضل نذكره حتى في دعاءنا لهم عند الله عز وجل الآن نحن كبشر نفهم الإسلام بطرق مختلفة الإسلام يعني الإسلام ليس خط مستقيمة هذا من المفاهيم الرئيسية اللي لازم نأسسها لجمهورك والإخواني المسلمين والسلفيين ولكل الناس الإسلام ليس خط لأن لو اعتبرنا الإسلام خط أي نقطة يمين الخط أو يسار الخط هي انحراف ما هو الإسلام الإسلام تيار مثل نهر صحيح له ضفة يمين وضفة يسار فيه تطرف وفيه تفريط يخرج به الإنسان عن الإسلام لكن هو داخل هذا النهر فيه آلاف الخطوط وفيه خطوط أقرب لليمين تشدد وفيه خطوط أقرب لليسار اللي هو اللين والسعة أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني كان من أكبر العلماء على فكرة يوازي الإمام مالك في العلم فلما استلم الحكم خلاص انشغل بالحكم عن العلم فاستدعى الإمام مالك التقى معه قال يا إمام إنه لم يبقى من أهل العلم إلا أنا وأنت يعني قيادات العلمية أنا وأنت وأنا قد شغلني ما ترى يعني الخلافة فاكتب كتابا واطئ به العلم للناس فكتب كتاب الموطأ أول كتاب في الحديث قبل البخاري وقبل المسلم وقبل كل الأحادي أول كتاب بإحاء من من؟ من أبو جعفر المنصور بعدين شكال له وهذا الشاهد وفيه إجابة على سؤالك ما نسيت سؤالك قال له فاكتب كتابا واطئ به العلم للناس سهل به العلم للناس وتجنب فيه تشدد ابن عمر ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان يمين للتشدد وتساهل ابن عباس أفكار الفقهية فيها التساهل شديد وسذوذ ابن مسعود مرة يمين مرة يشار اكتب كتاب وسطي فكتب الموطأ والموطأ هو أهم كتاب في المذهب المالكي اللي هو مذهب الكويت أنا درست الفقه على المذهب الأربعة شفت أن المذهب المالكي مذهب وسطي والشافعي كذلك مذهب وسطي الأحناب يميلون إلى اللين أكثر الأحناب لا يميلون يتشدد أكثر بس هذا بشكل عام الآن خذ هذه الأفكار وطبقها على الإخوان المسلمين إخوان المسلمين حركة ديمقراطية ما فيها حاكم مدى الحياة ولا فيها يعني قرار ونفذ ثم ناقش هذا جيش هذا مو الإخوان ما يشتغلون بالطريقة هذه فمن حق كل إنسان يعبر عن آراءه ونختلف ونختلف بشدة ونظل حبايب يعني عندنا هذا الاستعداد وعندنا هذه المنهجية في واحد من الأخوة اشتغلت معاه ثمان سنوات في ثمان سنوات يا فيصل ثمان سنوات لم أتفق معاه إلا على ثلاث مرات الرأي في ثمان سنوات وأحبه جدا وحبدي جدا إلى اليوم تسأني عن اختلافي معاه قائم إلى اليوم طبعا فالإخوان المسلمين عندهم هذه الأريحية فأنا حكم مشاركتي في القيادة نفسها كنت أقول آرائي فمن ضمن آرائي فصل العمل السياسي من ضمن آرائي أن ممنوع أي عمل إلا من خلال واجهات الدولة الرسمية من أفكاري أن المرأة يجب أن تشارك في نفس المجلس ونفس قيادة العمل ما يصير حركة نسائية بروح وحركة رجالية بروح هذه الأخوان المسلمين حتى الآن ما وصلوا لها لكن هذه من أفكاري طبعا المرأة تشارك في الانتخابات وتشارك في القيادة ومن حقها تقود الدولة وتصير خليفة حتى هذا من ضمن الأفكار من ضمن الأفكار التي ذكرتها لكني أنا ضد أن الحزب الإسلامي يكون يعني هو واجهتنا السياسية وإنما نشترك مع الآخرين وغيرها يعني هذه بعض أفكاري يعني فالأخوان المسلمين فيهم مزيئة شديدة أن أنت ممكن تختلف معهم في اختلافات رئيسية مثل هذه وظل معهم حتى في قيادتهم يعني زين ما فإذا تسميها معارضة أسميها معارضة لكن أنا أسميها أسميها جماعة ديمقراطية زين أشرح لي دكتور القيادة أنت ذكرت القيادة أكثر من مرة شون طبيعة القيادة هيكل الشكل العام هذا كل انتهى يعني في البدايات كان في قيادة تقود العمل وهي التي في نهاية أي عمل منظم طبيعي تحتاج قيادة فكان في قيادة يتم انتخابها من المنظمين للإخوان بعدين مع الأيام انتهت هذه المسألة اليوم ما فيه اليوم ما فيه لا الموجود اليوم أن فيه مؤسسات رسمية مثل جمعية الإصلاح من الذي ينتخب قيادتها أعضاء جميل أعضاء الرسميين مسجلين في الدولة في جمعية الإصلاح والذي يقود العمل الخيري كذلك أعضاء والذي يقود النقابات والعمل الطلابي مؤسسات والعمل السياسي في الأعضاء والأمانة المنتخبة فصار العمل وهذا الصح أنه عمل رسمي من خلال مؤسسات الدولة وليس أي عمل غير رسمي فهذه تعرف الجماعات والدول حتى تبدأ في البداية هشة وتبدأ هلامية ومع الأيام تتنظم ومع الأيام تتمأسس فالأخوان مروا بهذه التجربة فانتهت هذه المسائل كلها صار التاريخ الآن العمل كل عمل مؤسسي والحمد لله سيدكتور من الأشياء التي طلعت فيها في وقت مبكر وغيرتها في قناة الرسالة أنت أدخلت الموسيقى في وقت كان في تشدد على فكرة الموسيقى ممكن تشرح لي هذه الفكرة وقتها وليش أنت دخلتها طبعا أنا كنت أحرم الموسيقى أنا أحرم الموسيقى وحتى في بيتي مع أحد يسمع موسيقى بعدين لما دخلت في احتكاكي مع العلماء الكبار اللي كان يزوروننا في أمريكا وبدأت أيضا أشوف الأدلة هذا شوية ما في ما في التحريم بالطريقة اللي هما يعني يذكروها أول شيء كل الأحاديث كلها اللي تحرم الموسيقى كلها ضعيفة ما في الأحاديث واحد صحيح بس ويصبوا في آذان أذنيه الأنكة يوم القيامة كلها هذه ضعيفة فأحنا ديننا ما يقوم على الضعيف يقوم على الذي وصلنا بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الوحيد هو يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرة اللي هو الزنا والحريرة والخمرة والمعازف وهذا هو الحديث الرئيسي الذي يستند به من يحرم الموسيقى فأذكر مرة لما أسست قناة الرسالة ودخلت فيها الموسيقى فزارني خمسة من أصحابي بس كافي دليل آسف دكتور قبل ما قبل ما ندشن بس كافي دليل واضح أن يعني والمعازف فزاروني خمسة من علماء السعودية وأصدقاء شخصيا فقالوا إحنا ناقشك دخلت لنا شغلة يديدة في العمل الإعلامي الإسلامي طبعا فيه كان إقرأ قبلنا بس إحنا دخلناها بقوة فقالوا طيب أنا بناقشكم بس أمرين أول شي ناخذ الحديث وبعدين أنا أما الحديث فيقول يأتي زمان يستحلون يعني شيء حرام يصبح حلال الحرى اللي هو الزنا وهو واضح والحرير فيصل الحرير حرام وفق على كل المذاهب هل الحرير حرام على النساء على النساء لا لا محرام إذن الحرمة خاصة وليس حرمة عامة صح الزنا حرمة عامة صح هذه حرمة خاصة صح بالمعازف هل هو حرمة خاصة أو لا عامة فالحديث ما يشير تمام الحديث نفسه ما يشير أن حرمة خاصة لأن الحديث نفسه في أحد عناصره أن في حرمة خاصة صح صح فالمعازف نظر لها بعض العلماء مثل ابن حزم وغيرها أن هذه حرمة خاصة هذه ليست حرمة عامة وقال أن الحرمة لما تجتمع هذه الأمور مع بعضها يأتي زمان في مجالس هي مجالس فساد مجالس خمر وفساد ونساء وزنة ومعازف فهذا رأي ابن حزم فالحديث نفسه صار عليه كلام أنه هل هو تحريم عام ولا تحريم خاص حسب استعمالها فصار القناعة اللي عندي أن المعازف هي أداة استعملتها في الخير فهي خير واستعملتها في مجلس فساد فهي تصبح حرام فيستحلها الناس بالحرام إذا أثارت الشهوات فهي حرام إذا أثارت الوطنية وأثارت القيم فهي واجب حتى بعدين قلت لهم شغلة ثانية أنا في قناة الرسالة أنا أسستها منهجية واضحة جدا أنا مو جاي أخاطب المتدينين ليس الهدف من قناة الرسالة أني أخاطب إنسان متدين هذا فيه لا قنوات أو لا كتب أو لا علماء أنا يا أخاطب الإنسان اللي دينا نص نص اللي أحيانا يلتزم أحيانا ما يلتزم اللي يصلي أحيانا ما يلتزم فقالوا طبعا فيها شبهة قلت تمام شايكم نتفق أنا وإياكم أني أنا أطلع الناس من الحرام إلى الشبهة وأنتوا طلعوهم من الشبهة للحلال أو أنت تبيني أسوي كل شيء وانت قاعد بس تنتقدني فهي منهجيات أنت شكاعد تسوي في الناس أنا أذكر بس مثال أذكر أن جاتنا وحدة في أمريكا أنا كنت خطي بالمسجد وإمام المسجد وقائدة يعني قائدة المسجد مسجدنا من المساجد الرئيسية كان في أمريكا فياتنا وحدة أمريكية تبي تسلم بس كان عندها مشكلة كبيرة زوجها رافض أن يسلم فسألت ما سألتني فسألت قالوا ما يسير إذا أسلمت لازم تنفصلين عنها ما بأنفصل عن زوجي وأهدم مسرتي وأولاها أحبها وزوجي فالشباب وأنا وصلني للخبر قلت ناديته لا 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 نقال جالك طبعاً تسلمين تقعدين مع زوجي فيوني قالوا لي بس قاعد ترتكب حرام ترتكب حرام خلينا نعتبر أن ترتكب حرام ترتكب حرام ولا تكفر الدين لا أولويات الدين لا منهجيات الدين مو بس قرارات الدين في حكمة فهذا الفلسفة أعتبرها زانية زانية مع زوجها يعني شال عقلية هذه زين وبعدين طبعاً في آراء فقهية تسمح بهذا أصلاً اللي أنتم تعرفون بس في النهاية حتى لو ما في حكم فقه حتى لو قاعد ترتكب حرام بس المعادلة بسيطة جداً حرام ولا كفر فلما نتحامل بالدين بهذا الوعي يبقى الرسول عليه السلام ما خير بين أمرين إلا اختاره أيصرهما أيصرهم على منه؟ مو على نفسه أيصرهم على الناس لما كان يدير نفسه كان يدير نفسه بحزم وتشدد ويأخذ نفسه بالعزيمة لكن لما كان يدير الناس كان يدير الناس بالرحمة وشفقة وتيسير هذا الخلط بين كيف ندير أنفسنا وندير الناس لازم نعدله في أذهان الدعاة واضح توقع دكتور راح يصير في قيادات للأخوان من النساء طبعاً طبعاً لأنها تمت مسألة تمت تمت يعني العفو يعني الكويت وشم دولة في هذا الجانب متخلفين عن العمل الإسلامي والإخواني في العالم زي نبي الغزالي كان من قيادات الأخوان في مصر أنا احتكيت بقيادات الأخوان في المغرب فتكلم عن يعني أنا جالس لجلسة معهم القيادة العليا للعمل الإسلامي في المغرب ثلاثة نساء جالسين معنا في القيادة نفسها مو جلسة بروحهم فيعني لا طبعاً الدنيا تغيرت ماليزيا غيرها يعني اللي كان يقود الحزب الإسلامي في حزب العدالة في ماليزيا مو حزب الإسلامي حزب العدالة لما كان أنور إبراهيم في السجن كانت وان عزيزة زوجة أنور إبراهيم فالدنيا تغيرت والإسلاميين قبلوا أن المرأة تشترك احنا في الخليج بالذات بحكم العادات والتقاليد إلى الآن ما تقبلناها بس ما على أيام رح نتقبلها توقع هذا رح ينحسب على أخوان مثل ما قلت الدكتور أنه في ناس ممكن تقول هذا المأخذ اللي عليهم أنه اليوم في آراء معينة ويستندون على أمور شرعية بعدين مع الوقت تتغير مثل اليوم ممكن يقول يحرمون أشياء أنه لا يوجد فهم قصدي حتى مع المصاعد السياسي مرة واحد يقول لي دكتور أنا قبل سنتين سمعت منك أفكار غير هذه الأفكار أخاف بعد سنتين أشوفك وأسمع منك أفكار غير اللي قاعد تقولها اليوم قلت له والله والله أوعدك أوعدك أني بعد سنتين سأقول أفكار غير أفكار أنت ما تبيني أتطور ما تبيني أتغير ما تبيني أفهم طيب يعني أنا الآن ما زلت طالب علم وأثناء طلب للعلم أكتشف أشياء يديدة في الدين أنا ما أعرف كل الدين ما أعرف كل الأحكام ما أعرف كل الفقه ما أعرف كل الأراء العقائدية ما أعرفها فكل ما تعمقت أشوف أشياء يديدة لما أشوف أشياء جديدة أبدأ أفكاري تتغير فأطرح الأفكار الجديدة والإمام الشافعي وهو من الأئمة الأربعة الكبار شي يقول لك يقول لك مذهب العراقي ومذهب المصري ليش؟ لأنه لما كان في العراق كان عنده آراء فقهية لما راح مصر غير آراء الفقهية وذلك لما أي واحد يدرس الفقه الشافعي يرى يقول لك هذا في الفقه العراقي ولا المصري عنده الشافعي الشافعي غير آراءه فتغيير الآراء هذه مسألة جميلة تدل على استعداد الإنسان للتطور وللإبداع وللوعي ولتقبل للرأي الآخر ولتقبل التغيير ولا المطلوب الإنسان يكون جامد بحكم أنه تمسك برأيه أي شيء هذا تمسك برأيه هذا تخلف هذا ما هو تقدم عن لك ناس شوفونا ضعف أنه يغير راية الموجودة لأنه لازم نفهم الناس أنه هم غلط زين أن الإنسان يغير راية هذا شي جميل مو شي غلط بشرط أنه يغير راية لشي فيه دليل عنده دليل عليه مو بسبب الهوى مو بسبب الشهوة فإنسان إذا يعني أفترض أفترض أن أنا عندي آراء اليوم وبعدين مثلا أنا كنت أرى أن اللحية لازم تكون طويل أنا شخصيا وكانت لعيتي فعلا بعدين بالأدلة شرعية اكتشفت أنه شي ثاني هل المطلوبة تمسك بالشي الغلط فالاستعداد لتبني شي جديد وتبني الدليل والبرهان وحتى التطوير والإبداع هذا شي جميل ليش نحاربه؟ نحن لازم نحارب الجمود ونحارب التمسك بالرأي بحكم أن هذا رأي السابق شنو رأي السابق؟ شنو قيمته؟ نهاية أنا وأنت يا فيصل وكل المشاهدين وعلماننا كله إحنا بشر وإحنا كبشر نتعلم باستمرار ونتطور باستمرار ونتغير باستمرار فالجمود هو السيء فأنا من عشاق الإبداع فكل شركات يسميتها الإبداع على ذكرة ففي النهاية خلينا نشجع الإبداع ولا نشجع الجمود واضح دكتورة تذكرت من الأشياء الرئيسية لموجودة الأعناصر المشتركة في الأخوان المسلمين أنه ضد التدخل الأجنبي طمعا نمنين تكلم عن تدخل الأجنبي وتوقع أن تعرف من ريح السؤال فيما يخص غزول العراق على الكويت في 1990 ووقتها كانت جماعة المسلمين مثل أي جماعة ثانية ووقتها القوميين العرب هم كانوا ضد التدخل الأجنبي شنو كان الوضع بين الجماعة في الكويت مع الجماعة الموجودة في العالم العربي أبي تشرح للدكتور شنو اللي صار لا لا هي مسألة جدا بسيطة في فكر وفي واقع تمام مو دائما يلتقون يعني أحيانا نحن نتبنى أفكار هي مثالية في الواقع لا يمكن تطبيقها في واقع معين لا يمكن تطبيقها لما صار الغزو العراقي للكويت طبعا هذه جريمة كبيرة والكويتين كلهم وأنا واحد منهم يعني كنا حربناها وعلى فكرة يعني أنا مؤسس للهيئة العالمية للتضامن مع الكويت اللي هي كانت واحدة من أهم الهيئات اللي اشتغلت من أول يوم للعمل الكويتي وأول مؤتمر أول مؤتمر في العالم كله ضد الغزو أنا اللي أسسته وأنا اللي أدرته في ثلاثين ثمانية تسعين وسوينا في واشنطن مو السفارة سويته ولا العلمانيين سوووا أنا اللي أسسته أنا اللي أدرته ولا أشرطها موجودة يعني في بعض الناس يدعون أنهم سووا مو صحي يعني أنا اللي افتتحت أنا اللي أدرت أنا اللي اخترت المحاضرين أنا اللي اخترت الفندق وأنا اللي اتفعت وياهم أنا سويت العقود فالنهاية لحد يشكك في وطنيتنا واللحد يزايد على الثاني فغزو العراق لكويت جريمة في حق لكويت وجريمة في حق الإسلام لأن العمل الإسلامي خسر خسارة هائلة بسبب دولة ديكتاتورية تحتل لكويت التي هي دولة ديمقراطية حرة ومن أفضل الدول في دعم العمل الإسلامي فنحن خسرنا خسارة كبيرة فمن كل النواحي أحنا ضد الغزو الآن شون تتحرر لكويت طبعا طبعا أي واحد صاحب عقل يعرف أن الكويت ما يمكن تتحرر بالقوات العراقية ديكتور نعم ما عندها القوة يعني مصر عندها قوة مصر بتتيب قواتها كلها بكويت عشان تحارب العراق ما رح تسويها طيب يعني وعندين نحن يعني لا ناحية عملية ولا ناحية حتى سياسية هذا ممكن يصير أمريكا بكل قوتها كم طولت عشان تقدر تحرر لكويت فمن الناحية المثالية لازم نكون ضد أي تدخل أجنبي في بلادنا فالإخوان مسلمين في العالم كانوا يطرحون أمرين نحن ضد الاحتلال لكويت وضد التدخل الأجنبي وأنا على الفكرة هذا كان رأيي أنا ضد احتلال لكويت وضد التدخل الأجنبي الكويتيين اعتبروا أن هذا كانها دعوة لعدم تحرير الكويت لا هي مو دعوة لعدم تحرير الكويت الدعوة كانت لتحرير الكويت ونحن مستعدين حتى ننزل ب نقاتل من أجل تحرير الكويت ما عندنا مشكلة بس تقول لي هل أنت تؤيد التدخل الأجنبي في بلادنا أقول لك لا لأنني كإنسان عاقل هل يمكن إخراج العراق من الكويت بدون القوات العالمية الجواب لا يعني في واقع أن هذا غير ممكن إلا في القوات العالمية فأنت قاعد تقول للناس أنت رأيكم المثالي الغوء عشان الرأي الواقعي لا أقبل من هؤلاء وأقبل مني أننا نسوي الاثنين في نفس الوقت نحن ضد التدخل ومع تحرير الكويت هذه المسألة التي بعض الناس اعتبروها شبهة لا هي ليست شبهة هي مبدأ مبدأ رئيسي نحن ضد استبداد نحن ضد صهيونية نحن ضد التدخل ضد الفساد المالي ضد الفساد هذه مبادئ بالنسبة لنا فما تقول لي يوم الأيام تعال تنازل عنها لكن تقول لي والله واقعيا ما نستطيع أن نسوي ما في حل كان إلا التحالف العالمي الذي طلع العراق من الكويت وانت كنت دكتور من أشد مؤيدي للغزو للدخول الأمريكي للعراق يعني في 2003 ولا ما كنت مؤييد لا لا شوف في مثالية وفي واقع جاوبتك أنا ضد وجود الأجنبي في أي بلد من بلادنا صح وضد عودة الاستعمار لا للكويت ولا للعراق لكن تقول لي شو الحل ما في حل فحتى في 2003 نفس الفكرة نفس الفكرة طبعا ما في حل إلا يعني في النهاية هذا التدخل وإزالة صدام حسين كان مبدأ أنا كنت أتمنى أتمنى كنت أن يكملون يدخلون سوريا ويشيلون بشار بعد يعني ما أحد شاله وما أحد يقدر يشيله في النهاية من يقدر يشيله فقوة العالمية هذه في النهاية واقع بس من ناحية المبدأ أنا ضد التدخل الأجنبي في أي مكان عجيب واضح دكتور نحن متكلم عن حتى آخر ملف أريد أن أفتحه معك أكيد آخر ملف آخر ملف أين أفتحه؟ أحلب لا تسمح لي دكتور لا أنا طبعا أنا من نسبة لي الوقت كله أخاف تعب دكتور لا 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 أتعب شباب الحمد لله أحفظ سلمك الآن نتكلم عن الربيع العربي دكتور نعم لأننا ندري أنا أتابع كنوانا صغير من وقت الجامعة وأدري محاضراتك كانت كلها ممتلئة واستقبالك في الدول العربية كان مفتوح وحافل بعدين لما داش الربيع العربي صار في تذيق عليك دكتور أعلاميا اجتماعيا وحتى في دول اليوم منعتك من دخولها صحي فأنا بأفهم شلي صار في الربيع العربي دكتور اللي غير الموازنة هذه كلها وصار في حرب ضدك يعني لا غضية ضدي يعني أول شيء طارق سويدان ما أسس الربيع العربي ما أدار الربيع العربي ما حرك الربيع العربي زين أنا أيت الربيع العربي زين بسبب مبدأ ذكرتها لك اي في مبادئ أنا أنطلق منها واحدة منها إننا إحنا ضد الاستبداد هذا واحدة من المبادئ أمتنا لا يمكن أن تنهض ونوقف التخلف اللي أربعمائة سنة إلا بإلغاء الاستبداد ما دام في استبداد ما تنهض الأمنا فهذا مبدأ بالنسبة لي الآن هذا الاستبداد شون يزول هذا لها طرق إحنا نفضل الطريق الديمقراطي أن يزول بالأغلبية الشعبية بالضغط الشعبي كما تغير في إنجلترا مثلا مو ثورة ضغط فعندك طرق حتى الغرب عاشت هذه الطرق إنجلترا بالضغط الشعبي على الملك تنازل عن صراحياته ومع الأيام صار إليزافيث ولا هذا صار ريتشارد صار صورة فهذا التغيير الذي صار في بريطانيا بينما فرنسا ثلاث ثورات دموية واستمرت بين الدموقراطية وبين الملكية صراع ثمانية وثمانين سنة ثم استقرت على وحدة من يعني ما يعتبروها قمة الديمقراطيات في العالم إذن تغيير هذه الأنظمة إحنا إحنا ضد الإنقلاب وضد الثورة حتى ما نتمنىها لأنه فيها تدمير ونتمنى الطريق الديمقراطي لكن إذا في مستبدين حتى الديمقراطية لخلي الديمقراطية حتى ناس تبيط طالب بأكل يقمعهم مع ذلك أنا ضد أن نحرك ثورات لكن لو تحرك الثورة من الناس الناس حركوا ثورة الآن تريدني أنا كصاحب تأثير مثل ما تفضرت أقف متفرج عيب الناس تنظر إلي وتنتظر رأيي وأنا بالنسبة لبعض الشباب قدوة والقدوات لا يجوز لهم الرخص هذا مبدأ رئيسي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يقول شيء وقلبه شيء هذا يجوز للضعاف بس الإنسان الذي يقتدى به ما يجوز لهذا لأنه يلبس الأمور على الناس الناس لا تعرف حقيقة الرأي الديني ما هو فأنا لم يكن لدي خيار أني أسكت ولم يكن لدي خيار أني لم أأيد هذه الثورات فأيتها في كل مكان الناس من حقها أن تحكم بقرارها بكرامتها بعزتها وتمنع الاستبداد وتمنع الفساد فهذا التأييد الثورات التي لم تنجح طبعا المستبدين لما رجعوا أي واحد أيد الثورات مو بس أنا أي واحد أيد الثورات يعني ضيقوا عليه طبعا أنا بالنسبة للتضييق اللي صار عليه بسيط جدا شون يعني يمنعني من دخول بلد أي شيء بسيط يعني يقدر يمنع أفكاري الفكر لا يمكن منع العفو لما أروح أسألوا محاضرة في بلد أنا ممنوع فيها كم بيحضر خمسة ألاف الآن أنا لما أكتب تغريدة خلال ساعة مئة ألف يعني الفكر لا يمكن إيقافه أنا ما أصابني شيء بالمقارنة مع الناس اللي صالهم عشر سنين في السجن صح يعني دعاة وعلماء وكذا في كذا بلد منها دول الخليج عشر سنين في السجن إلا درجة لبعض الناس نسوهم لكن ما نسيناهم فواحد يقول لي ولا صار عليك تضييق أول شيء ما في يعني كلمة الحق لها ثمن والإنسان اللي يؤمن بالحق لازم يتحمل هذا الثمن والشيء الثاني الحمد لله أحنا ما أصابنا شيء والحمد لله الحمد لله الحمد لله إن كويتي لأن لكويت الواحد يقدر يتكلم ويتحرك وبلد حرية وبلد فيها قانون وفيها مؤسسات وفيها كرامة وفيها دستور فبسبب أني بهذا الوضع كان علي واجب أني أقول لأنه أقدر أقول بينما الآخرين لو قال يطير رأسه أو حتى أهله يضايقون عليهم مثل ما حدث فعله فكان واجب علي أني أأيد هذه الثورات يبقى التضييق اللي صار بعدها يعني شيء صغير الحمد لله ما استسلمنا وما رح نتنازل عن مبادئنا ولا رح نأيد استبداد من أجل أن يرضون علينا يعني رضا الله عز وجل وحقوق الشعوب نرسم لنا أولى دكتور أنت كما كنت مأيد فكرة تخوض الأخوان المسلمين في مصر بعد الثورة اللي صارت في مصر للحكم للحكم لا لا طبعا أنا ضد الحكم ضد أني يستلمون الحكم وأنا رحت سافرت لهم يعني الثورة صارت في يناير أنا رحت في شهر أربعة وطلقوا مسمعوا والله أفهم بالتحليل أنا مكاتب سبعين خطة استراتيجية مؤلف كتابين في التخطيط استراتيجي الحكم سيأتيكم إياكم تأخذوه لأن رحت تتورطون ورحت تورطون كل العمل الإسلامي معكم في ذاك الوقت إذا ترجع للتاريخ فعلا الأخوان كانوا قرروا أنه ما يأخذون الحكم هذا كلام في شهر أربعة وأعلنوها ما أنا بني أدخل فيه بعدين هم غيروا رأيهم وهذا من الأخطاء الرئيسية اللي وقع فيها الإخوان في مصر ودخلوا الحكم فسواء ترشيح خيرة تشاطر في البداية وبعدين ترشيح مرسي أنا بالنسبة لي كلها خطأ ما أشوف مو بس الإخوان أي شخص أي جهة تحكم بعد ثورة أو حرب ما تنجح أي جهة تشيرتشل بطل العالم يعني لو لا الصمود اللي صمدها تشيرتشل كان الحين العالم اللغة الرئيسية فيه الألمانية ومونجليزية تشيرتشل بعد الحرب العالمية الثانية مترشح وما فاز وهو جيرتشل فمن الخطأ أن أحد يتوقع ينجح بعد ثورة أو حرب ليس الناس التوقعاتها عالية وإنت أمكاناتك محدودة والتركة اللي استلمتها مصيبة فما تقدر بالتركة الثقيلة اللي عندك وبالإمكانات المحدودة أنك تواجه توقعات الناس فهو رح تفشل فالحل أنه أنت تخلي حكم للشعب مو جهة تتولى فهذا من الأخطاء اللي وقع فيها الأخوان المسلمين خطأ رئيسي نعم دكتور ما يعني أنت مشيت في أحاق الألغام يعني في وقت بعد الربيع العربي حلو والله حلو ترى يعني حلو أنك تمشي بالألغام يعني يعني فشنو كان شعورك متع يعني يعني أنت كانت في أنظمة أنت كانت قاعد حاربك طبعا وأنت بأنها شخص ما عندك المكانيات اللي موجودة عندهم طبعا شنو كان يعني حدثني عن أول شي نفسيتك بشكل عام أثنين أبي عرف عمليا شنواجهت أبي أشياء أنا ممكن ما ندري عنها ما قاعد نشوفها لا الحمد لله ما في شي ضيس أول شي أنت تسأل عن شعور جد 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 أنا كنت مستمتع وما زلت مستمتع مستمتع يعني نشوف أنا من الناس اللي عقلي يحكم عاطفتي وعندي كل شي كل شي لازم يحكم بالعقل كل شي بما فيها عواطف الإنسان والنفسية يعني عندنا مشاعر عندنا أحاسيس بس ما تتحكم فينا أنا بالنسبة لإنسان العاطفي هو اللي تتحكم فيه مشاعر فأنا ما من النوع اللي حمد لله يعني حتى مرة يسألني أنت ما عندك أي مشاعر قلت له لا عندي بس أتحكم فيها زين اللي ما عنده مشاعر هذا إنسان بليد فأنا فعلا كنت مستمتع وما زلت على فكرة مستمتع يعني أنا لما أقول كلمة تزعج طاغية أستمتع زين وبعدين لما أقول كلمة حق عند سلطان جائر طيب شو يسوي فيني يعني حتى لو قتلني هذا سيد الشهداء موشدي الحديث يقول سيد الشهداء حمزة ورجل وقف أمام أمام ظالم فأمره ونهى فقتله يعني لو صنت القتل ما عنده سيد الشهداء مشاهيد فما عندي مشكلة الحمد لله لكن تسألني ما هو الأذى العملي ما في أذى عملي الحمد لله يعني الأذى أنه يعني فقط قناة الرسالة وكنت ديرها وتضييق على دخول مجموعة من الدول بس والباجي ما زلت الحمد لله ما زلت أتحرك وما زلت أنشر وما زلت يعني كتبي في ازدياد مستمر برامجي الإعلامية صحية أدمن التضييق أنه سكروا علي القنوات بس كان خيرة لأن استبدلتها بالسوشال ميديا يعني قبل الربيع العربي كان عدد المتابعين في فيسبوك وتويتر كانوا مليون ونص الحين 18 مليون كانت خيرة بالنسبة لي عفوا لو لو ظلت في قناة الرسالة كم أحد يشوفني مليون مليونين اليوم عندنا أدوات أقوى فصحيح أنا فقدت أدوات لكن كسبت أدوات أخرى صحيح منعت بالملاد لكن أفكاري قاعدت توصل صحيح دوراتي ومحاضراتي منعت لكن الله سبحانه وتعالى أبدلنا إياها بزوم فما بالنسبة لي جد جد يعني والله ما هو تمثيل ولا يعني كما يقول العرب تجلد لا أنا فعلا مستمتع والحمد لله فعلا سعيد ومشاعري دائما مرتاحة يعني في بعض الناس يمكن نفسيتهم تلقى لما يقعد بروحة يتضايق ولا يتألم ما عندي كل هذا ما عندي الحمد لله استغنات الرسالة مثلا تم الاستغناء عن الدكتور طارق لسوهدان لسبب أن أنت تنتمي لجماعة الإخوان المشلمين نعم طبعا هذه الفكرة شوف 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 جد جد يعني سمو الأمير الوليد أنا اشتغلت معه ثمان سنوات وهو يعني فريد صراحة يعني زي معا اختلافي معا لكن رجل فريد وتعلمت منه كثير شم تعلمت منه تعلمت منه الإدارة تعلمت منه الإدارة المال تعلمت منه طريقة تفكير تعلمت منه كيف يتعامل مع الأقويات تعلمت منه وايد زي يعني رجل فعلا فريد لكن سمو الأمير الوليد عنده مصالح فمن مصالحه أنه عنده مصالح كبيرة مثلا في مصر وجود شخص مثلي يشتغلوا إياه سيؤثر على مصالحه لما حكموا العسكر والانقلاب صار فسيخسر فسويدان ولا مصالحه يعني أنا إنسان أيضا أقدر أنه لا أما أنه هو فصلني لأنه يعرف أو عرف اكتشف أني من الأخوان المسلمين والله والله أنا من أول يوم قايل أنا عب عليك إذا أخذتني في قناة الرسالة قال لي ليش قيادة حركة إسلامية ميايك من الشارع أنا عب عليك فضحك قال حتى أنا عب عليك لأي صحي روتانة مشاكلة رح تنصب غفيني فإحنا قوياء نفهم بعض نحترم بعض ولنا كل واحد خصوصياته ولنا أشياء مشتركة فحتى لما فصلني من قناة الرسالة قدرت أنا هذا لأنه في النهاية رجل لازم يهتم بمصالحه وهو في النهاية بيزنس مان فهذا الفصل بالنسبة لي إذا ترجع ردة فعلي عليه شنو كان ردة فعلي روح أرجع للتاريخ في نفس اليوم نزلت تغريدة نزلت في الصحف ونزلت في البي بي سي وغيره أشكر سمو الأمير على الفرصة التي أعطاني إياها لقيادة قناة الرسالة ووصولها إلى هذه المرتبة من النجاح وأتمنى أن يستمروا في نجاحه فعلي أنا أشكر على هذه الفرصة أعطاني فرصة تاريخية بالنسبة لي الآن هذا حقه هذه قناته هذه ملكه من حقه يختار قيادة أخرى وأيضا هو بيزنس مان من حقه أنه الذي يأثر على البيزنس ماله يبعده فنحن عقلاء نفهم مو عواطف ليش سوى فيني كذي وهذا وليش وصلني هذا شغل الضعفاء وشغل الأقوياء نحن واضح أن أنت عندك قدر أن تتحكم في عواطفك عن طريق عقلك بينك ومن نفسك شون تتحكم شون بنيت هذه المهارة لا مو بنيتها هي طبعا جزء منها فطري فطري جزء منها لكن جزء كبير منها تعلمت من الرياضيات تعلمت من الهندسة تعلمت من دراسة الفلسفة ودراسة المنطق هذا يشكل عندك هذه القدرة زين دكتور آخر سؤال فيما يخص الفكرة هذه أنت ذكرت أكثر من مرة أن أنت منعت من دخول دول دول عربية وخليجية هذه واضحة يعني سبب ليش زين طيب ليش ممنوع من دخول دول غربية مثل أرمانيا أو أمريك مادة أمريكا بس بريطانيا أمريكا ممنوع بريطانيا ممنوع إليش أستراليا نيوزيلندا إليش مواقفي ضد الصهيونية هي باختصار منعت بالدول العربية بسبب مواقفي ضد الاستبداد وبالذات ضد الانقلاب في مصر يعني معظم المنع صار بعد الانقلاب في مصر ووقفتي الشديدة ضد انقلاب في مصر الآن دول غربية بسبب كتاباتي بسبب مواقفي في تأييد الحماس وفي محاربة الصيونية كتابي تاريخ فلسطين يعني عندي حاليا 125 كتاب هو رقم واحد في المبيعات وترجم إلى سبع لغات وكتابي موسوعة اليهود فيها فضح لليهود في كل اتجاه فهذه المواقف أزعجت اليهود وما زارت تجاه وأنا مستمتع أني أزعجهم يعني لأن هؤلاء مجرمين ويعني على باطل وظلم واستبداد وفساد وعنصرية فأي واحد صاحب مبدأ يجب أن يقف ضدهم فأنا وقفت هذه الوقفة الشديدة وما زرت أقفها لكن هل منعت لأنه والله علي قضية أنا لم أمنعها شون شي يقول لك أيها الدكتور ما يقولون شي توصل يقول لك ما مادش بس زي أنا الحمد لله لم أدو ما في ولا محكمة ما عندي ولا قضية ما عندي ولا مخالفة زي ما عندي الحمد لله في كل هذه الدول بس يقول لك ممنوع زي ولو ما يعطوني فيزا مثلا هون طبعا في دول ما تعطيك فيزا وفي دول رجعتني من المطار يعني زي نيوزلندا نيوزلندا رجعتني الأردن رجعوني من المطار السعودية رجعوني من المطار الإمارات رجعوني من المطار ما عندي مشكلة يعني يعني بروح بروح أسوي محاضرة حق جمعة سويها بزوم أضعف صلاة وفق تكتور وأنت كذلك مشكور على ييتك أنا حييك أنت حقيقة على يعني سلوك الهادي اللطيف في دارة الحوار عادة الحوارات اللي من هذا النوع تقوم على العواطف وعلى إثارة العواطف وإثارة الاستفزاز عشان مشاهدة أكثر لا بالأكثر لا أنت يعني شغلكم راقي و أنت الراقي ديكتور ما عندك بارك الله فيك الله يسلمك وأشكرك جدا وأشكر أستاذة منيرا المعدة على حسن الإعداد واضح أن إعدادكم عالي جدا وشكر لكم أن صحيح ما أغلقوا علينا باب دخول الدول لكن أنتم فتحتوا لنا باب الوصول للعشرات الألاف بابنا مفتوحة لكل دكتور يريد أن نفهم لكل نسمع من الكل مشكور على ييتك مشكور على وجودك معنا شكرا لكم ونورت المكان دكتور شرفنا فيكم شكرا لكم